السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات حق دخل كويس من خلال البيم او من خلال معرفة تكبهة برامج البيم زي الريفت او النافس ووركيس او الاركيكاد او هاي حاجة من حاجات ديت فيه طرق كتيرة جدا اولها طبعا انت تشغل في شركة ودي حاجة كويسة فيه حاجة تانية انت تشغل فريلانسر بتاخد شغل مع نفسك وتبدأ تعمله وفيه فريلانسر ده موجود كتير من عن طريق النت ممكن تلاقي موقع مثل فريلانسر او ابورك الموقع دي بتبقى وسيطة بينك وبين الشخص اللي عايز يعمل الشغل وبتضمن لك فلوسك يعني بتاخد بتاعك يزوز من اموار الشخص دوت لحد ما يقول انه استنم الشغل وبعد كده تديك الشغل دوت فده موقع كويسة جدا بتقدر من خلالها تكسب مملك كويسة نتيجة الفرق العملة تمام لان انت تتعامل مع ناس من اوروبا وامريكا ففرق العملة ده ببقى حاجة كويسة الحاجة الثانية ان انت ممكن تعمل فاميلي في موقع كثيرة جدا بتبيع فاميلي بمي ستور او ريفت ستور بتعمل فاميلي تحطها واللي عايز يشتريها بيدفع فلوس بس يجب ان تكون انت اللي عملها او تتصل بشركات تقول لهم اخواننا انا ممكن اعملكوا الفاميلي واحد اثنين وثلاثة مثلا شركة بتاعت ابواب او شبابيك او اجاز انظار او حاجة في الكهرباء او حاجة في المكانيكا تقول لهم انا ممكن اعملكوا الفاميلي ده فدي حاجة برضو من حاجة اللي كويسة ممكن مثلا تتفق مع شخص او مع جهة مثلا ناس شغالة في الوبريتنج بتاع المبنى او شغالين في الفاسيلة منجمين فانت بتقول لهم انا ممكن اعملكوا الموديل دوت هي لكوا حاجة كويسة فدي برضو بتجيب شغل كتير ممكن تتفق مع شركات الالعاب انا ممكن اعملكوا الالعاب ديت مثلا هو عنده اللعبة مثلا مثل اي جي اي او اي لعبة ومحتاج يصمم الشوارع او يصمم المباني فانت بتصمم المباني دي للعبة ديت فانت بتصمم الموديل على اساسي حق السينابيلات اللي هو عايزه ويحق الشروط بحيث ان هو ياخد البوينتس لانه لو ما عملش موديل بيتطر نواس تنى سنتين حد ما اشوف التقارير وشوف الحاجة دي فعلا اتحدى او لا ممكن انت تتصل بالشركات مثلا مثل اكيا زي الشركات ديت تقولهم انت عندكم فاميلي طبعا ممكن اعملكوا انا الفاميلي ديت وتكسب منها فلوس ممكن تديك فرصوات ممكن تبدأ تشرح الحاجات ديت ففيه اسعيب كتيرة جدا للروح مخدال البيم بيتشوف مجرد بس ان انت تشغف شركة لا ممكن انت تشوف مين اللي بيحتكب الموديل وتبدأ تتكلم معيه وتحقق ارباح من الخدالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة